سلاسة النطق بالفرنسية تنعكس على سلاسة الطبخ السياسي في باريس بلاد العطر والموضة حين تأتي استقالة رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فليب ليخلفه الجديد جان كاستكس بسرعة كبيرة على قياس الموضة الباريسية السرعة باختيار رئيس وزراء يخلف سابقة تذهل المواطن العربي وبلسان حال المتفرج الساخر اما السياسة وطبخها بمقادير عربية تكمن في التأني والتذوق على مهل حتى وان مل المواطن من طول انتظار تشكيل حكومته في تونس مثلا حدث المشهد المرتقب فتشكلت الحكومة بعد مخاض عسير في ليبيا فعلت دائرة صناعة القرار كذلك نهيك عن دول عديدة يأتي العراق كدولة لها باع طويل في فن التأخير بتشكيل الحكومات جناس ساخر بين المواطن والنهج السياسي حتى وان صرخ المتظاهرون وطالبوا بالحقوق فالكتل السياسية في العراق او بعض الدول العربية الاخرى لا تبحث عن حكومة نزيهة بل تبحث عن وجوه جميلة تحقق احلام الفساد في كل مكان لكن تأتي الحكومة لتحارب الفساد وتزكي الاصلاح فيصاب المتنفذ بداء التخريب اذا هي حالة فن النج السياسي في بعض الحكومات العربية يأتي اكثرها خبرة لبنان على سبيل المثال للحصر قد تغيب الحكومة عن الشعب سنوات عجاف ولا تتشكل فما بالكم بحكومة فرنسية تبدلت في ساعات قد يتساءل المفسدون في الواقع العربي هل تحتج فرنسا لتأخذ درسا في فن النج السياسي وكيفية التأخير في صناعة الحكومة ام تترك على طيشها وسرعة استجابتها للمواطن او الوطن ترجمة نانسي قنقر